اتخذنا بالفعل جملة من التدابير وسيخضع جميع الأشخاص المعنيين لعقوبات تأدبية دون استثناء هكذا رد الرئيس البوركينبي كريستان كابوري على إثر الهجوم الإرهابي الأخير على مقر تابع للجيش في منطقة إناطا بالشمال خلف مقتل أكثر من خمسين شخصاً ما بين عسكري ومدني كابوري ورغم طرحه عدة سياسات أمنية جديدة شملت حتى إقالة وزراء دفاع على غرار ما حدث بحر هذا الأسبوع يتعرض مؤخراً لانتقادات اللاذعة من المعارضة البوركينبية التي نددت بتقاعس الحكومة في محاربة الإرهاب بل ذهبت أبعد من ذلك باتهام الدولة بالتخلي عن دعم الجيش في ميدان العمليات وأعلنت تعليق مشاركتها في كافة المؤسسات الوطنية خاصة في لجنة متابعة الحوار السياسي ولجنة متابعة وتوجيه المصالحة الوطنية ردود فعل غاضبة ومظاهرة شابية شهدتها عدة مدن في البلاد مطالبة باستقالة المسؤولين بسبب ما اعتبره عدم القدرة على وقف الهجمات الإرهابية التي تنفذ غالباً في الشمال والشرق القريبين من مالي ونيجر أو ما أضحى يسمى مثلث الموت وبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن سبعة عشر ألفاً وخمسمائة شخص غاضر بوركينفاص منذ مطلع العام الحالي بسبب مخاوف أمنية على حياتهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة